بشكر زميلنا كاميل يوسف والسعيدنا اننا نسمع لبعض اراء من حضراتكو زي ما شفتوا وسمعتوا معنا دلوقتي ناس كتير بدأتعرض ان الاكاونت بتاعها يتساء وناس كتير كمان بتسمع ان في مرقبة عن طريق او تجسس عن طريق كاميرا الموبايل اللي متوصل بالانترنت تكون في حالة قلق وحالة زهر انا ممكن يحصل معايا كده يترى دلوقتي الكاميرا دي ممكن تبقى جايبة يعني حياتي تخصصاتي المكان اللي انا موجود فيه الحاجة اللي انا بعملها ولا لا ده كمان بيحصل ازاي صور الشخصية بتاعتنا اللي بنحطها على الاكاونت او على الفيسبوك ممكن تتاخد ممكن تستغل بيجينا ناس وببعطونا اضافة وتكون كمان مش حقيقية بيكون اكاونت فيك اعرف ازاي وتعامل مع الموضوع ده ازاي الواي فاي اللي بقى في كل حتة ممكن في اي مكان انا قاعد فيه وما يكونش عليه فاسورد وانا كمان استخدمه ده بيما استيلي خطورة ولا لا هنحاول نجاوب على كل الاسئلة دي عشان نخلي بالنا كويس جدا ما نتعرضش لأي مشكلة من اي نوع بيمس التجسس على مواقع التواصل اجتماعي بيسعدني وشرفني يكون دي في مهان سكرولوس اشرف من الامن المعلوماتي اهلا بحضرتك باقي صباح الخير وفكرة التجسس السهلة انها تحصل لأي حد يتعرض لده ولا لا هي التجسس عن متن انما يعني انا اللي بعرر نفسي لي ان انا مثلا اكون شخص بتجسس عليها اذا ان هو عارف معلومات عني بمعنى اصح يعني ان اقولنا مثلا اكاونت على سوشال ميديا تمام ان الشخص يتجسس عليها اكيد هو عارف حاجات معينة عني طرق مثلا انا بمشيها حاجات معينة انا بسلك فيها مثلا كطريق كشغل معين فهو التجسس ملوش حاجة معينة يقدر يجيلي بها ممكن يجيلي بكجازة طريقة من يعني الطرق حتى مستخدمة ومصنفة عالميا دلوقتي الموجودة طريقة اسمها السوشال انجينيرينج او الهندسة الاجتماعية الهندسة الاجتماعية لها يعني نقدر نقول سلاحزوا حدين تمام يعني ايه الاول هندسة اجتماعية وازاي عن طريقها بيكون فيه تجسس الهندسة الاجتماعية عمتا يعني باختصار هي اسمها فن اختراق العقول بمعنى اننا اللي كوني لقدامي دوت ازاي اقنعه باللي انا عاوزه وهو حتى لو مش موافق عليه او معترض عليه ازاي انا اوصله الفكرة دي بالطريقة اللي انا عاوزها طبعا لو قلنا عن الموضوع ده بيحصل ازاي عن السوشال عمتا او في اي مواقع او يعني ادينا مثال كده عشان برضو الناس اللي بتتبعينا بلدت بعارفها ده ممكن يحصل معاها بأي طريقة ابسط مثال خالص دم يجيني مثلا انا مسلا عامل اكاونت تاعة فيسبوك تمام يجيني مثلا رسالة من مثلا صفحة او اكاونت اسمه فيسبوك ساببورت ده مش يكيد الساببورت بتاع الفيسبوك مش هيكلمني بشكل دايركت عن طريق شات يبقى عن طريق ميل او حاجة بيضع يقنعني ويبعتلي شوية صور وبعتلي شوية حاجات مثلا اي حاجة عني قولي انت طريقك مثلا كزا ان احنا ماسكين ده بالجيب اس بيضع يقنعني ان ده فعلا الساببورت بتاع الفيسبوك فانا بالتالي لما اجي اشوف ده هسدق تمام ده 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 سلاح هما طبعا ده ولا الفيسبوك وبيطلب مني ايه لو ده حصل مع حد بيطلب ممكن بساعتها بقى بيبعتلي يعني الشخص اللي بيعمل الموضوع ده بمعنى طريق حاجة اسمها الصيد او الفيشنج الفيشنج ده بمعنى اسمها على مسمى فعلا الشخص ده بيصطاد الشخص اللي هو التارجيت اللي عامل عليه بتجسس او السباي عن طريق ان هو بيقنعه ان انا يعني ده انا ده يعني ده انا فلان فانا هبدأ ان انا اقول لك الكلام ده وانت تسمع كلامي يعني الصورة اللي معنا على الفيشنج الصورة ده طبعا بتوضح ان الفيشنج هو ده الصيد بمعنى اسح طبعا فيه واحد فوق اللي هو ده الاكاونت الفيك وده الجهاز اللي انا مثلا بستخدمه او الشخص اللي هو معمول على التارجيت مجرد يعني الشخص ده بيديني الطريقة ده توقعني انا قريدي فعلا يعني مبتلع الطعم طبعا احنا هزين كل حاجة نقولها نقول معها الحل يعني عشان بس الوقت ما يسرقناش في موضوع الفيشنج ده جات لي ماسج جزال اللي حضرتك بتقول عليها اعرف الستايل بتاع كل حاجة الفيسبوك عماتنا ما بتواصل بيتواصل عن طريق الميل ما بتواصلش بشكل ديركت على طول عن طريق الاكاونت يعني انا عشان اكون داخل على شبكة الانترنت اللي هي World Wide Web اللي اختصار WWW دي الشبكة اللي احنا شغالين عليها اي موقع لازم اتواصل عليه لازم اكون عارف البيزيكس بتاعه على الفيسبوك ده بتواصل ازاي عن طريق الايميل اللي يهم بتواصل ازاي عن طريق مثلا تاكست في نومبر مثلا لو بعيدتلي رسالة تأكيد او حاجة يعني لازم اكون عارف الاسيات طبعا الفيسبوك لما بعيدتلي زي كده انا قريدي عارف ان الفيسبوك ما يتواصلش معها الشات فده اكاونت باكاونت سبام او اكاونت سباي فانا قريدي مش هتواصل معاه او عامله ايجنوره ويدي له بلوك اي حد مش همشي معاه في السكة يعني مجرد اني يعني ادوس ان انا اقبل الرسالة وارد عليها ده في حد ذاته كده خلاص انا وقعت هاريه على حسب الاستغدام فيه مثلا ممكن يكون الشخص ده عامل مثلا طريقة ان هو يديني صفحة فيسبوك مزورة طبعا دي بتبقى عن طريق الصفحات بتاعت الفيسبوك بيبقى صفحات مزورة مش اصلية بيديني الشكل الفيسبوك الطبيعي بيديني كل حاجة تقدر تقنعني وهي ده دور الهندسة الاجتماعية هنا او السوشيال انشان اللي بيجيله حتى اد يعني حد بيبعث له وحطت صورة بتقنعني ان ده يعني اكاونت كويس حد عامله لسه جديد فاورا دي ما عندهوش حاجات على صفحته يعني كتير كلنا بندخل وندور مين اللي بعتلي اد بيبقى فيه حاجات احيانا بتقنعنا واوكي وبنقبل نعرف منين ان دي صفحة مزورة الاكاونت عامة عشان الشخص ده يقدر يعمله ممكن يكون اكاونت جديد بس يعمل عليه نشاط قديم بمعنى يعمل نزل صور ونزل حاجات ويعملها بتاريخ قديم بذات ان انا لما بكون داخل على الاكاونت اه انا شايف حاجات مثلا سين مساء من 2014-2015 الموضوع ده بيثبت لنا فعلا الاكاونت قديم لا فعلا الموضوع ده نشط من زمان يعني الاكاونت ده شغال من زمان مش اكاونت تحديك دي ولا حاجة فانا عامة يعني نصيح لأي حد بيستخدم الانترنت عامة حاول ان انت بقدر الامكان تتجنب الاختلاط اه لو حد ما تعرفوش اه لو حد ما تعرفوش طبعا ويريت لو حد تعرفوه طالما انت تعرفو وفي وسيلة ربطت بينك سواء كان قادة اي حاجة ارجع له ارجع الاول خلينا نشوف شكل صفحة الفيسبوك ونعرف هي دي الاصلية ولا في حاجة يعني لو نركز على الورال اللي هو العنوان اللي فوق مش هنلاقيه فيسبوك دوتكم هنلاقيه عنوان تاني بشكل مش رسمي طب لو ممكن نقدر نعمل زوم نفضلكو على الجسد طبعا الفيسبوك يعني بيبقى عن طريق بشغل ببروتوكول اتش اسمه اتش تي تي بي اس ده ببروتوكول الامن اللي هو عن طريق غيره انا مقدرش اقصك في حاجة طالما عن طريق الفيسبوك طبعا دي صفحة عادية ملاهاش اي مدلول ملاهاش اي سلة بالفيسبوك اساسا مجرد هو شكل اقنعني به ان دوت الصورة وده الفيسبوك فعلا ويعني انا شايف قدام الفيسبوك فعلا يا لازم نقرأ لكن مش مجرد العين حفظة الالوان والشكل والمكان اللي هكتب فيه المال بتاعي بقى ده تمام وادخل ده بقى مشكلة اللي بتوع فيها الناس كتير يبعت لك مثلا اللينك يقول لك مش عارف لقد ربحت كزا طبعا ده المنتشر اول فترة دي طبعا الناس يعني بتلقائية بتبدأ تتعامل مع الموضوع ده انه هو موضوع عادي لا هو مش عادي هو اللي قدامي ده حاطت لطريقة ديت عشان انا ادخل عليها وبالتالي هشوف صفحة فيسبوك عادية فيقول لي مثلا رجاء تسجيل دخول مرة اخرى طبعا انا عمل تسجيل دخول اعمل تاني اه الناس بتعمل تاني وفجأة داتا بتاعت الاكاونت اللي حداها كتابتها بتتنقله خلاص كده يبقى الاكاونت وتاخد سر كده خلاص بقى الاكاونت بش يتاخد هو بقى معاه يقدر يدخل عليه يقدر بقى يدخل يقدر يتجاهله يقدر ما يشوفوش يعني دي حاجة بس معنى اصح الاكاونت لو انت اكاونت شخصي لا ده بقى اكاونت دابل بيبقى اكاونت شخصيا طبعا احنا كده عملنا زوم تقولينا اه بالزبط ده اولا الخطأ اللي هنا ايه اه www.linkتاني مش facebook.com طبعا لازم ناخد بالنا من الموضوع دوت وعامتا برضو ال www دي بتبقى عبليها بروتوكول اسمه HTTPS مش www عادية لكن في الصفحات الفيك دي ما بيبقاش مكتوب كده اه مش مكتوب فيسبوك نهائي دعم دعم مش مش لينك فيسبوك خالص ده لينك صفحة يعني نقدر نقول صفحة فيك صفحة غرضها الاسبام بس او الاسكام معنى اصح عشان ياخد الداتا من الشخص فلاني لو واحد ما دخلتش الباسورت زي ما حدت بتقول عشان يتاخد لو هو داس على لينك معين وطلع له ان يعمل تسجيل الدخول مرة تاني ما عملش الخطوة دي فيه اي طريقة تاني تخلي حد يتجسس على صفحته وهو مش حاسس يعني ابقى فاتح صفحة ومحسش ان فيه تغيير ولا ان فيه حد ولا حصل اي حاجة لكن فيه تجسس ده بيحصل ازاي بقى ده بيحصل عن طريق الشخص اللي بيبقى داخل على الاكاونت ده بيبقى ليه غرض ياما مثلا حد مديله المهمة دي يتقوم بيها ياما مثلا هو يعني نقدر نقول الوقت فراغ فحب يسلل نفسه الكنان ده بيحصل فانا في ارض الواقع وانا شخصيا بيتقابلني حالات كتيرة جدا زي كده فنقدر نقول اللي بيعمل حاجة ده بعملها عن طريق الاسباي هو داخل عايز شوف الاكتيفتي بتاعتك عايز شوف انت تتعمل ايه بتكلم مين بتحاول توصل مع مين عمل لايك لايه بتشوف ايه الحاجات اللي بتشيلها بتخبيها عن بعض الناس وناس تانية تقدر تشوفها يعني فضول بيبقى فضول فهو ده بيبقى داخل غرض ان هو رأبك مش غرضه ان فجأة تلاقي الباسورد تغير مش فجأة تلاقي في حاجة غلط بتحصل لا هو بيبقى يعني زي ما انت شغال هو شغال طب ده بيعمله ازاي يعني انا ما كتبتش الباسورد في مكان تاني وما دخلتش على اي لينك بيقدر يدخل صفحاتي ازاي طبعا الموضوع المنتشد دلوقتي لحد ما بزيط الاطفال يعني او مش الاطفال اللي هو سن الشباب عمتا بيبقى بسبب السايبر اللي هي الاماكن اللي هي بيقى فيها اجهز الكمبيوتر وكده اللي هي الانترنت كافي عمتا لو بيقولوها بيبقى موضوع ده اللي هو مش امان بمعنى الشخص القدامي دوت انا الوقتي قاعد قدام جهاز فيه واحد تاني مسؤول عن المكان ممكن طبعا بقص الزحمة واحد تاني يجي يعد يركب حاجة اسمها كيلوجر او حاجة اداة كده بيستخدمها ممكن تركب في الجهاز ممكن تركب كسوفت وير على ويندوز نفسه اي حاجة اي حاجة بتكتب مثلا داتا باسورد ايميل اي حاجة بتجيله دايركت على طول تتسجل وتروح بتتسجل وتروح وتروح على طول ما بتاخدش وقت بمسافة ما بيكتب هي بتروح له طبعا موضوع زي ده بيبقى طبعا الموضوع بتطور بيبقى مكتوب مثلا دلوقتي الاول كان اي كلام بييجي عشوه دلوقتي لا ممكن ان يجي الموضوع دوت يجيب اللينك فيسبوك وهو فتح الفيسبوك كتب كذا بيبقى سهل على الشخص اللي عامل الهجوم ده على الجهاز وطبعا انا الوقت قاعد ولا فتحت الباسورد ولا اي صفاحات ولا اي حاجة فيتفاجئ ان الاكاونت بتاعه حتى انا مشترك عليه فالنقطة دي عشان نتفادها يبقى في حل واحد بس ان احنا بلاش نبقى عندنا الموضوع اللي هو طبيعي ان انا افتح الاكاونت بتاع تاني ما هو اكاونت بيرسونال شخصي مش هيفين ان انا افتحه في اي حتة غير كده كمان برضو ان يعني انا اكون على وعي ان انا هفتح الاكاونت فين الموضوع بقى اللي هو دي زي بقى يعني ناخد بنا من موضوع ده بجد لا ازاي اكتشف ان انا في حد بيتابعني اعرف زي الفيسبوك ضايف ميزة جميلة جدا بجد اللي هي عن طريق الاكتيفتي بتاعة الديبايس اللي دخل على الجهاز دي بيلاقيها في السيكورتي في الاكاونت سيتنج في السيكورتي بيلاقيها موجودة وبتبقى بيبان فيها كل حاجة بيبان فيها العمليات اللي اتفتحت التاريخ بالوقت بالاي بي اللي هو اللي هو بياخده الجهاز بيبان فيها كل حاجة طب احنا هنقول تاني عشان العايز يدخل ويتابع نفسه احنا بس اللينك المزبوط الواحد يعرف في نهاية دي صفحة الفيسبوك بالضبط كده الهتش تي تي بي اس ده البروتوكول الامن لكن الهتش تي تي بي العادي مجرد ان هو برضو ممكن يكون اهتش تي تي بي واللي هو يعني لينك طبيعي مش لينك سكام كمان بيبقى واخد المجرى الطبيعي ده فانا عشان دايما اتعامل مع الفيسبوك وما شابه دايما بكون على وعي ان الله بيستغنب بروتوكول الهتش تي تي بي اس الاس هنا عشان كده معمول عليها الاكسر حسنا لو اتشالت يبقى اعرف انه يدي صفحة فيك ده في حاجة غلط بزبط لكن لسه مكتوبة بالشكل ده بزبط تمام ده لو انا بستعمل ويب او بستعمل ايب عن طريق الويب لكن لو بستعمل الابليكيشن بتاع الفيسبوك فما فيش ده ان انا ان الابليكيشن هو الابليكيشن طيب نرجع بقى ندخل على السكيوريتي ونعمل ايشن نتابع اللافو صفحتي فيها نوع من التجسس بدخل على السكيوريتي من اكونت سيتنج اول حاجة بعد كده السكيوريتي وبعد كده عيه عيه حسن بتغير يعني فيه بتبقى موجودة في السكيوريتي فيه ما بتبقى موجودة في بيبقى نتغير الكابشن احيانا في اكاونتات واكاونتات تانية ببقاش كل واحد بس يبقى موجودة تحت في التقريب أنتم موجودة في الديبايس دي موجودة دي بايس أو تراست لوجين حاجات دي كلها الده بيبين مجرد ما تدخل في السيكوريتي بتاع الأكاونت بتاعك فإنت كده دخلت البوابة بتقولك أنت اللي بيسعى في الأكاونت عندك حاجة تفتحت إمزة بتاريخ كم عايزة بسرعة روح لحاجة تانية وبرضو دي خطر موضوع الواي فاي الواي فاي فيه أماكن عامة ما بتبقاش حتى باسورد وبنستخدمها وبننبسك جدا أنه فيه حاجة بقى عشان نتابع براحتنا إيه بقى الخطورة في ده؟ الخطورة في الواي فاي البابليك عامة أنه هو ممكن يسبب مشكلة جنائية بمعنى؟ بمعنى دلوقتي أنا مثلا واحد معي لابتوب بتاعي أعرف أن المكان اللي فوق دوت في المنطقة الفرنية في واي فاي بدخل بعمل عملية سطف أو بعمل عملية سكام مثلا معي الداتا بتاعة بيزة مثلا أو كريدت أو أي حاجة بدخل عن طريق الواي فاي دوت وبعمل عملية الإسكام بتاعي طبعا لما ييجي بقى الشرطة تتحرك مثلا ورايا وتعرف هيوصلوا للآي بي اللي هو منتاخذ فيه الموضوع ده هيوصلوا للآي بي اللي هو الانترنت بروتوكول بتاع الواي فاي أو بتاع الشبكة لأنني كنت شغال عليها طبعا مثلا الكلام ده أنا ما نقوله أنه هو كمنزل لما يكون مثلا حد موجود وأنا مش عامل سيكوريتي للواي فاي بتاع أو سايبه أوبن طبعا ورد أن أي حاجة تحصل الموضوع ده يعني الوقت الحالك بتتكلم أن الخطورة أو الناحية الجنائية بتقع على صاحب الواي فاي زبط فالمفروض أنه ما يستيبوش زبط وفيه نقطة تانية برضو بتموجودة أن أنا مجرد ما أكون على واي فاي ببليك بيكون كل الناس موجودة عليه ده مشكلة في حد ذاتها أنه ممكن حد تاني يكون فاهم شوية يقدر يعرف الاكتيفتي بتاعتي إيه وأنا أشغال على الواي فاي ده عن طريق الواي فاي يقدر يعرف الاكتيفتي يعرف أنا فاتح إيه قفل إيه بفتح إيه دلوقتي يدخل علي إيه يقدر يشوف كل ده ويعرف كمان الصور عن طريق إيه بقى يعني يقدر يعرف ده زي عن طريق أدوات بتبقى أدوات يعني بتبقى موجودة عن طريق في منها عن موبايل وفي منها على الأجهزة طبعا الكمبيوتر أو اللابتوب والحاجات دي كلها كل ده وعنده بيظهر إيه الأجهزة اللي هي كونكتد معاه من الواي فاي بتاعه مين هيبتدي يدخل على اللي هزة ده طبعا ده بمعطالي برامض بيبنى الاكتيفتي بتاع الشخص اللي موجود ده فالواي فاي عمتا طالما هو أوبين نحاول ناخد حذرنا منه بلاش إنه هو واي فاي أوبين طالما أنا مكان معرفوش أو مكان يعني مش تراسط قوي بلاش إن أنا أندمج معاه يعني ولا أنا أخد منه أشتغل عليه عشان الديتا بتاعتي أنا متتسرقش ولا لو أنا اللي عندي الواي فاي بقى لازم يكون فيه باسورد عشان ما نتعرضش المسؤولية الجنائية لو فيه مشكلة طيب حاجة كلمت في موضوع الواي فاي وموضوع المسؤولية الجنائية على إنه نكون فيه سرقة للأتي أم بالضبط ده بيحصل إزاي بقى يعني ده غير موضوع الفيسبوك لكن دي مهم برضو إزاي حد ممكن ياخد الباسورد بتاع الأتي أم ولازم لما يكون أنا قدام البنك أو المكانة الجهز وبعمل عملية سحب أو إداع ولا بشكلتين عمتها الأتي أم طبعا الموضوع ده موضوع حساس جدا نظر لإن أني قدر نقول إنه أكتر من 99% مش بكتشفه ده ما كانش 100% طبعا الموضوع ده في مصر مش هقدر قوله إنه هو مفوش وعي هو فعلا مفوش وعي بس في نفس الوقت اللي حصل محدش يحس به إزاي طبعا الأتي أم عمتها لما إحنا بنيجي نعمل عليها عملية بيبقى باين شكلها إنه هي كأتي أم أنا حافظ الشكل ده فطبعا لو حاسيني في حاجة تغيرت فيها مش هاخدها باللفتة النظري تمام فيه أجهزة بتتركب على الـ ATM نقدر نقول بمعنى أصح في المكان اللي بنقدر ندخل فيه ندخل فيه كارت مجرد ما المكان ده ده يعني خلينا نتابع كده على الشاشة حاجة بتتركب على المكان اللي بيدخل فيه الكارت مظبوط بالزبط كده فأنا الطبيعي ده ما حاجة زي كده بتتركب أنا مش هاخب بالي بدي بقى صغيرة يعني حجمها قدي نفس الحجم ده بالزبط بسهما عامل لها بهيئة بذاتن هي تندمج مع العصلية مش حاجة برزة أو اللي هي مثلا تقول فتر نظر لا خالص ما يبنش أساسا هي موجودة ما بيقاش فيه أي إنذار أو حاجة يعني البنك بيحس بيها ممكن واحد العملية دي بتتم في أقل من ثلاث سوائن بيجي يركبها ويمشي بس كده فطبعا أنا بقى يعني قدر نقول كضحية بقى عفل موضوع ده إزاي أنا الوقت مثلا بدخل الكارت في الـ ATM عادي جدا تمام مفروض أن أنا بعمل عملية ساحب وإداع أي إن كان العملية أنا بعملها طيب إحنا نقول الخطورة إذا صمحت لي بس بس سرعة جدا لأن الوقت انتهى يعني إحنا ناخد بالنا إزاي ناخد بالنا إزاي سريعا كده في ثواني لما أجي مثلا أكون ندخل على الـ ATM يعني أحاول أمسك الموضوع ده أمسك الجزئية ديت وأبدأ أتعامل معها لو مثلا أحركها أشوف فعلا في حركة فيها بتطلع في إيدي أو لا طبعا نقطة تانية برضو فيه زي كيباد أو زي لوحة مفاتيح وتموجودة على اللوحة الأصلية اللوحة دي برضو بيقدر عن طريقة يعرف الكلمة السر بتاع الكارت فبتلوا أعرف الـ data كلها فلازم لم أدخل على الـ ATM ما فيش مانع أن أنا أقدر أحرك الحاجات اللي فيها سواء كان اللوحة أو سواء كان ما كان الأدايا اللي بحط فيها الكارت ده هيدينا أمان وفي نفس الوقت هكون متطمن إن أنا أدخل فعلا الكارت بتاعه وفيش أي ده تتخذك وهتبقى بينا إن لو في حاجة بتحرك هحسها على طويل سواء لوحة المفاتيح أو المكان بتاع الكارت نفس الكلام حاجة أكتر لحية وموضوعها مهم لكن في كل الأحوال إحنا هنطلع بمسجب نوصلها لكل الناس خلوا بالك وخلوكوا حذرين ما نستسهيلش كده أي حاجة وخلاص وحفظوا على الحاجات لأنها شخصية جدا طلم عن الإنترنت عمتا شكرا لك مهندس كورولوس أشرف نورتاني وشكراك على المعلومات اللي أنت قدمتها لنا النهارة استفدنا منك كثير وشكراك وقت حلقتنا انتهى وبشكر حضراتكم جدا على حسن ومتابعاتكم لنا في حلقة النهاردة من صباح النور وإن شاء الله نتقابل معاكم في يوم جديد وصباح جديد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة